اليوم أيضا خصصنا لكم حصة أكبر بالبرنامج تشاركونا من خلالها أي سؤال يخطر على بالكم أو استفسار أمحيركم أكيد هاني وأكيد مشاهدين زميلتنا ديانا وفريق من الأطباء المختصين جاهزين يتلقون اتصالاتكم على الرقم الظاهر أسفل الشاشة صباح خير ديانا يسعد صباحك ديانا صباح خير هاني وهدى صباح خير مشاهدينا وشيفها لأيضا نحن اليوم بعاد عن بعض صحي بس لقلوب عن بعض أكيد اليوم طبعا مشاهدينا بوافتنا الأولى لليوم خلونا بداية نعرفكم على الأطباء اللي تواجدوا معنا لحتى يساهموا بنشر التوعية ويوضحوا لكثير من تساؤلاتكم حول وباء فيروس كورونا كوفيد 19 ولكل شخص عنده سؤال أو استفسار اليوم طبعا خطنا مفتوح على مدار ساعتين من الوقت طبعا بإمكانكم الاتصال على هذه الشاشة ومع الأطباء رح يعطوكم كل الأجوبي طبعا بحسب اختصاصه معنا الدكتور هند حمدي طبعا أمراض باطنية اختصاصة في الأمراض الباطنية والدكتور حسام التتري أهلا وسهلا فيكم اليوم اختصاصة أمراض وأوبيئة وأيضا أمراض معدية مرحبا بكم اليوم اليوم طبعا احنا حابين نوعي من نصحكم الطبية مختصين في هذا المجال حابين نعطي بس هيك كلمة توعية ويمكن كلمة أمل لكل اللي يحضرونها اليوم طيب صبحت الله بالخير وصبح الله بالخير كل المشاهدين أعتقد الكورونا أصبح حديث المجالس الكل عارف أنه احنا جائحة منتشرة شملت كل دول العالم بقي أنه احنا نكون حريصين نكون واعيين نكون منتبهين ونكون مستمعين بأذن واعية لقرارات حكوماتنا قرارات الحكومات تختلف من دولة إلى دولة على حسب الحاصل ولكن الالتزام ثم الالتزام ثم الالتزام حيكونه سلاحنا الرئيسي ضد هذا الفيروس حتى هذه اللحظة أكيد وضرورة يمكن اتباع الإشهادات من بعض الإشهادات اللي موجودة هلأ بعالمنا العربي ودول الخليج هو أيضا الالتزام بالعزل أو مش العزل الصحي الكامل أو الحجر الصحي الكامل ولكن تباعه الاجتماعي أهمية ذلك دكتورة طبعا كل شيء مهم أنه إحنا نلتزم بيوتنا نبتعد عن الأماكن المزدحمة للحد من انتشار المرض لأن مثل ما نعرف هو المرض ينتقل عن طريق الجهاز التنفسي أي أحد يعطس أو أي أحد يكح بالمكانات العامة ممكن يساعد على انتشار المرض بأسرع لهيك نحنا اليوم مشاهدين قاعدين على بعد بين الدكتورة وبين بعضهم البعض وحتى بالستوديو بهدف طبعا الوقاية من انتقال أي رذاذ عن طريق الحكي أو التحدث مع بعضنا البعض طبعا اليوم كمان بيخضع نحو مليار شخص بالعالم للحجر الصحي الكامل في البلدان شفنا جيوش نزلت على الشوارع لحتى تلتزم العالم بهذا الحجر الصحي بداية من أوروبا ومن آسيا من أوروبا وحتى الولايات المتحدة الأمريكية اليوم بإيطاليا الوضع كتير سيء وارتفاع عدد الوفيات بشكل مضطرد يمكن حكينا قبل شوي معك دكتور حسام حكينا شوي عن نسبة هذا الارتفاع بعدد الوفيات وليش بإيطاليا بالذات اليوم اجتاز هذا الرقم الرقم اللي كان بالصين حقيقة لازم نكون عارفين أنه يبدو أنه هذا الفيروس رح يصيب ما يلاقل عن ستين إلى سبعين في المئة من البشرية شئنا أم أبينا بسبب سرعة انتقاله وسهولة انتقاله ولكن كل اللي احنا بنحاول نسعاله أن احنا نبطأ عملية الانتقال وعملية العدوى بحيث تصبح المستشفيات قادرة على التعامل مع الحالات اللي حصل في إيطاليا أنه سرعة انتشار الفيروس كانت أكبر من قدرة الجهاز الطبي على استيعاب الحالات فمعظم الحالات اللي توفت حقيقة كممكن إنقاذها إذا استطاعوا أن يجدوا سرير وطبيب يهتم فيهم وهذا ما تحدثنا عنه في الحلقة الماضية اللي هو تصطيح المنحنة نعم فيجب إبطاء عملية العدوى في المجتمع إلى أن يتم اكتشاف دواء إلى أن يتم اكتشاف تطعيم وإذا لم يتم اكتشاف هذول الأمرين على الأقل أن السعر الاستعابية للمستشفيات وللكادر الطبي تستطيع أن تتعامل مع عدد الحالات للأسف المثال الإيطالي الآن على وشك أن يتكرر في دول أخرى اللي بيقرأ التاريخ ويشوف الأرقام بيشوف أنه في الغالب هذا الموضوع يتكرر في أربع دول أوروبية أخرى خلال الأسبوعين القادمات للأسف طب دكتور شو الوضع هلأ حاليا بدول الخليج اليوم دول الخليج الحمد لله حتى هاي اللحظة من أكثر الدول استقرارا يعني في حالات تستجل بشكل يومي ولكن لو بنلاحظ الحالات باللاحظ أنه عددها تقريبا متشابه كل يوم يعني ما في زيادة مضطردة وهذا شيء يدعو إلى الاطمئنان الجزئي أنه بدأوا الجزئي لأنه ما بدنا نتخلى عن الإجراءات الموجودة بالعكس الناس تتوقع يكون فيه إجراءات أكتر وأكتر كل دول الخليج الآن تأخذ إجراءات تصاعدية بدأنا بتسكيل المدارس أولا ثم الآن في تصاعد وتسكرت المساجد والحذر ثم الحذر اشتركوا في القناة